السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا مرة أخرى طيب هنا عدنا الفاست اي بي اي هذا هو الموقع مالتا فاست اي بي اي مجرد تكتبه في جوجل بس تكتب بايثون فاست اي بي اي رأسنا رح يطلع لك الموقع مالتا تمام فتضغط عليها هذا هي الواجهة الرسمية مت الموقع انزل لي جوا طبعا هنا عندك الديكمنتيشن هنا عندك السورس كود مالتا لأنه هو فريمورك اوبن سورس احنا نجد نشوف هنا كاتب انه هو حديث سريع هاي بريفورمانس ويب فريمورك لبناء ال اي بي اي باستخدام البيثون 3.7 بلاس يعني لازم البيثون الموجود عندك بالحاسبة تكون 3.7 او 3.7 فما فوق يعني 3.8 ولو حاليا البيثون هي ما بقى 3.7 يعني صارت النسخ مرتا اكثر بايثون مينس V مينس 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 اوكي ان او مي ابيثون ما موجود بس خلنكتب هنا بايثون 3 لين هما اتصور المك اها بالضبط بايثون 3 لين بايثون هذا هو للنسخة الثانية بينما Python 3 هي النسخة الثالثة فالنسخة الثالثة هي 3.11 يعني إحنا إذا نشوف هنا هي النسخة 3.11 فبالتالي يعني أقدر أستخدم الفاست API فتقدر تنزل أيضاً البيثون من الموقع الرسمي مالتا يعني هنا تقدر تكتب بايثون ولو هو مفروض أنت تعرف تنزل بايثون لين قلنا لكم منها لازم تعرف بهاي الدورة البيثون فأكيد لازم تعرف التنصيب مالتا تلاحظ هاي النسخة الأخيرة اللي يعني عندي أيضاً بالمك جميل طيب إذا عندي البايثون يعني شنو الشغلات اللي أحتاجها زيان فالشغلات اللي أحتاجها شوف هنا أنا يقول لك البرفورمس مالتا عالي جداً مقارنة بالنود جي أس والجو على سبيل المثال زيان ففعلاً هي خفيفة وسريعة جداً التنصيب التنصيب مالتا شوان أنا صبع أنزلي جوة ألاحظ أنه هنا شي يقول لي يقول لي حتى تنصبها لازم تكتب pip install fast API طبعاً إحنا خلينا نجرب نقوله pip install fast API إذا نزلها إذا نزلها مرات عدنا بالويدوز على سبيل المثال البايثون يكون pip لكن الأفضل أنه تكتب شنو تكتب pip 3 يعني هنا هو صح الموقع يقولك pip بس أنت تكتب pip 3 حتى يكون على البيثون 3 فتضغط انتر طبعاً إذا هو كان محمل راح يقولك أنه already satisfied يعني يعني بالنسبة لي منزلها سابقاً فلذلك راح يقولك أنه موجودة بينما إذا ما كانت موجودة ف مجرد تقول له pip 3 install fast API رأسنا راح ينزلها وطمات كينيا لا تحتاج أي شيء إضافي بعد ذلك أحتاج تنزل UVI corn UVI corn شنو هذا هذا السيرفر اللي راح يعتمد عليها الفاست API حتى تشغله يعني بدونها ما راح يشتغل الفاست API فإنها أيضاً تجي تكتب pip 3 install زيان pip 3 install وينزل لك طبعاً بعد ما ينزل لك يالذات 6 خلاص شنو اللي شون أقدر أستخدمه يقولك أنه أنت تقدر تصنع لك file اسمه main.py أنا بنسبة لي راح أستخدم IDE اللي هو اسمه brackets أنت ممكن تستخدم أي IDE أنت تحبه عادي جداً يعني Visual Studio Code أي شيء تريد تمام أنا عندي كل IDE مخصص لشيء معين هنا عندي مثلاً Visual Studio Code للأرف الأكثر شيء أستخدمه فهنا نسألنا folder نكتب مثلاً pi oops وين rename pi test مثلاً راح أسمي وأقوله Enter فأجي أدخل بال pi test هنا أقوله file open folder and نجي للدسكتوب وينك 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 this one pi test تمام أقوله open طيب أجي هنا أقوله new file أصنعلي file جديد طبعاً هذا الفائل مالتي يكون main dot pi فأقدر أخذ الاسم مالتي هنا أقوله ctrl save وأسمي شنو بال main وين this one ما أخذ هنا copy هنا أسمي شنو أسمي بال main dot pi that's it الانصر عندي file python موجود يبقى عندي شنو يبقى عندي أنه هذا الكلام كل أصحبه وأجي أقوله copy وأجي هنا أقوله شنو paste إذن طبعا from typing import union هاي يعني ما أحتاجه أنا أحتاج ال fast api فأقوله from fast api import fast api زين حتى شنو هذا الملف يتحول ل api فأجي أسوي المتغير app يساوي fast api قوسين بعدين أجي أقدر أولد عن طريقة شنو الروابط مالتي طبعا هذا يعني خلي أمسح أشوف هنا أنه at app اللي هو هذا قصده تمام dot get شوف إحنا عدنا بال http نعرف عدنا get والpost والdelete والput والpatch تمام فهنان إذا تريد تولد لك خلي نقول api على سبيل المثال المسار مالت رح يكون slash فأجي أعرف مثلا عندي read root هذا رح يكون شنو الموقع الأساسي مالت زين يعني أول ما تدخل للموقع خلونا نجربها يعني أنت حتى تشغل الفست api هنا خلي نقول save control save شناش يقول run it حتى تشغلها لازم تشغل السيرفر مالت uvi icon تمام فهذا قدر أقول copy وأجي هنا على terminal خلي نقول هنا cd desktop تمام فأقول cd pi test تذكرون هذا اللي سمينا هذا هو main python فأكون بداخل المشروع مالتي وأجي أقول لشنو uvi icon main app and reload خلن نقول enter ونشوف that's it السيرفر عدنا نشتغل فأجي على هذا الرابط يعني هو منطين هنا الرابط فإذا اجيت هنا وكتبت الرابط مالتي وأقول enter that's it طلع لي hello world زين هذا هو python تمام fast api طي طبعا أنا هذا الكلام هنا مثل ما نشوف hello world أقدر أغير يعني هنا خلنكتب محمد عيسى وقل save and refresh لاحظ محمد عيسى فبال documentation مالتي أيضا شي يقول لك شوف هذا اللي قلنا عليها أنه fast api يحتوي على documentation مالتي يكون automatically تمام اللي هو شوف هنا يقول لك يعتمد على swagger UI هذي يقول إش مهم هذا ال الواجهة جدا جدا مهم documentation يعني يقول لك تقدر إنه على الموقع مالتك هذا ليس السيرفر مالتنا تذكرون هذا قلنا 127 001 8000 فهنا يقول إذا تسوي لها slash docs فرح يطلع لك document يعني خلي نجرب هنا ما ريد نحذف هذا زين يعني يقول لك هنا بس سوي لها docs مفروض يطلع لك document مفروض فإذا جينا هنا على سبي مثال و كتب نجرب enter that's it that's it شوف لاحظ slash docs طلع لي documentation مالتك طيب هذا شون يسوي documentation طبعا documentation مالتك يسوي بناء على المشروع مالتك يعني هنا يشوف حاط شنو read root فرح نطلع لي read root لما أضغط عليه ألقي الparameter وأقدر أسوي test عليها هذا حاجة من عندك أنه أنت يدويا تسويها طبعا عندك alternative اللي هو redoc يعني إذا أنت لم تتوالب مع doc اللي هو على واجهة swagger فأنت عندك شنو عندك أيضا redoc بشكل آخر يعرض لك documentation مالتك طبعا هذا يمكن نفتح أيضا الرابط مالتك redoc شوف لاحظ 127 0000 00000 وعندك redoc تمام هذا docs هذا صوري not this one هذا هذا docs تمام بينما هذا redoc فأنت تشوف يعني تشوف ياهو المناسب إلك بالتعامل تمام هنا مثلا يقولك response مالتا 200 successful response مالتا زين ونه يقولك أنت عندك الread root واللي هو أساسا شنو get يعتمد على get أوك فإذا أنا يقدر أعتمد على redoc أو أعتمد على docs وحقيقة الدocumentation مالتا كلش حلو يعني إحنا ممكن أن نعتمد عليه لما أجي أريد أسوي API أو فتش معين زين هاي بنسبة لل doc وال redoc خلونا نوقف هنا نكمل وياكم بالدرس القادم مع السلامة